أمن هو قانتنا لأ الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولنا الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله أصلاب الله ورحمة للعالمين نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورصح الأمة وجاهد في الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ما زن أيها الأحباب مع الحكم لابن عطاء الله وقد وصلنا إلى باب المناجات وقال الإمام رحمه الله في مناجاته إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك إلهي ما أقربك مني وما أبعدني وما أبعدني عنك وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك قرب الحق من العبد قرب رحمة ومع الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان ما شيء قريب قرب المسافة قرب المسافة يعني إيش حال من متر إيش حال بني مع الله سبحانه وتعالى وإيش متر ولا زوج ولا شبر ولا ذراع ولا كيلومتر لا يتصور هذا في الله الله سبحانه وتعالى عندما قال وَلَقِدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُ وَاسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ أَقْرَبُ هذا القرب العلماء قال وليس قرب مسافة مش القرب اللي بينوا بينك حم متر فينسكن وانا فينسكن الله تعالى الله عز وجل عن الزمان وتعالى الله عني لما تقول الله عز وجل بينوا بين الجمتر إذن فقد حكمت عليه بالجهة لأنه في جهة كذا رأي في الجهة كذا والجهة الأخرى ما كانش هذا لا يمكن الله هو الذي خلق الزمان وخلق المكان وخلق الجهة ما يكون من نجوة ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كانوا القرب ديال الله عز وجل أو المعية ديال الله مع الإنسان معية علم ومعية رحمة معي يعني مع الله مع الله إن الله مع المحسنين يمشي معهم الله عز وجل تعالى عن الزمان لأنه الذي خلق الزمان والمكان الجهة الإمام رحمه الله يقول هنا إله ما أقربك مني وما أبعدني عنك أنت أقرب مني وأنا أبعد عليك كماش تجسل هذه طبعا هذا القرب اللي قلنا أيها الأحباب قرب الحق من العبد قرب رحمة واجتباء وتقريب واصطفاء وإحاطة وقدرة وعلم ومشيء وتصريف وقهرية فإن بعد العبد من ربه إنما هو بسوء أذبه هذا قرب لله عز وجل كيكون قرب اجتباء واصطفاء وعني تقريب وقهرية وإحاطة وقدرة وعلم كل هذا قرب الله عز وجل من الإنسان ولا يحيطون بشيء من علمه إلا من إحاطة الله عز وجل محيط والله محيط بالكافرين الله عز وجل لكن هذا القرب هذا قرب الله من الإنسان من نحن قريب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد معنى المكان الذي سيكون قرب إلى الله المكان الذي سجد ماشي المسافر الله لا معنى أن الله عز وجل يستجيب لمن سجد له وحط جمهته وأنفه ويديه وركبته وخضع لله عز وجل فهذا الحال هذه لأن هذه أعظم مكانة يتذلل فيها الإنسان يخضع فيها الإنسان يا ربه أعظم مكانة هي السجود ولذلك الله عز وجل حرم السجود هذا حرمه علينا حتى لا يكون هذا السجود إلا له لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه هذا السجود هذا هذه أعظم مكانة يتذلل فيها الإنسان لما كان يتذلل فيها مترونس ولا جوج مترون ومهوذ من الفوق ركوع ثم مهوذ الأرض وحط جبها دياله شيء عظام هناك التذلل والخضوع لله عز وجل فلذلك أقرب ما يكون العبد من ربه في الاستجابة في الدعاء يعني في السجود لما يكون الإنسان ساجد فادعوا بما شئت وادعوا الله بما شئت من من أمر دينك ومن أمر دنياك ماشي القرب مسافة أن الله موجود في السجود ولكن في الأماكن أخرى غير موجود هذا لا يمكن أن يتصور في حق الله عز وجل ولا يمكن أن يعتقد هذا في حق الله وهذا قد نتكلم عليه لما نشير نتكلم عن العقيدة يعني في الإسلام إنما البعد العبد بعيد من الله عز وجل بسوء أدبه أدب دينا مع الله ما كنش إحنا ما مقدمينش مع الله الله خلقنا ونحن نعصيه الله أكرمنا ونحن نكفر به الله عز وجل أنعم علينا ونحن ما نعطرفوش بهذه الأشياء كلها هو لمدنا بهذه شيء كل اللي عندنا الله عز وجل ومع ذلك نحن نقابل الإحسان بالإساءة هو أحسن نحن نسيه هو أكرم نحن نكفر ولكن الله قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إلا كفر تقع فالله غني عنكم إنما نحن بعيدين عن الله بسوء الأذب وإلا فالحق تعالى قريب من كل شيء محيط بكل شيء ليس شيء أقرب إليه من شيء ولا شيء أبعد إليه من شيء ليس شيء أبعد إليه من شيء وليس شيء أقرب إليه من شيء وما بعد العبد من ربه إلا وهمه وسوء فعله وهم مدام تدير معصية وتتقدم بأن الله لا يراك وفي الوقت اللي تريد تتقدم على واحد معصية كتفكرش بأن الله معك فأنت بعيد عن الله ولكنت قريبا من الله فتصورت إن الله يراقبك إن الله كان عليكم رقيب فإذا كان عندك هذا التصور فأنت قريب من الله معك الله دائما أن تعبد الله حي كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه مرتبة تالي في الإحسان تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك وإذلك يقول من عطاء الله إله ما أقربك مني بلطفك أقرب مني بلطفك ورأفتك وعلمك وإحاطتك وما أبعدني عنك بوهمي وسوء أدبي أو ما أقربك مني بأوصاف الربوبية وما أبعدني عنك بأوصاف العبودية فأوصاف الربوبية رفيعة القدر وأوصاف العبودية خصيصة القدر فلا مناسبة بينهما أبدا وفي حكمة يقول للمفسر رحمه الله يقول في حكمة مكتوب يا عمدي قد أسجدت لك الكون الكون كله ساجد لك بما فيه الملك والأملاك والملكوت فأنت وأنا بما أيدتك وأنا أنت بما قلتك فعش للأبد فمقامك لا يزاحمك فيه أحد يا عبدي خرقت لك الحجاب وفتحت لك الباب وأظهرت لك الأمر العجاب فأبلغ قومك عن اللباب ولو قالوا ساحل أو كدام فأنا قد وهبتك الأخلاق فدحهم يقولون إن هذا إلا اختلاق يا عبدي قد جعلتك تقول للشيء كن فيكون وما عليك إن قالوا ساحل أو مجنون أنت تشرب من رحيق الكوتر وهم يقولون إن هذا إلا سح يؤثر عرشت بسرك إلى السماء وعلمتك خصائص الأسماء فأنت أمين خزائن التحقيق الدال لجمع الخلق على الطريق يا عبدي من طعن في الوزير وسفه أمره فقد رد الأمر الأمير فقد رد أمر الأمير وجهل قدره ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله ما هذه عظيمة جدا يعني لما تدخلوا في صرح ديالها تحتاجوا إلى وقت كبير الله سبحانه وتعالى يتكلم مع الإنسان هذا مع الإنسان مع هذا العبد هذا العبد الذي الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في الكون ساجد له كل شيء في الكون يسجد له بمعنى أن كل شيء مسخر لهذا الإنسان سخر لكم الليلة والنهار والشمسة والقمر والنجوم مسخرات كل هذه مسخرات تنشي وحدة تقول لا خليني كله مسخر من للإنسان سخره للإنسان البحار سخرت للإنسان السماوات سخرت للإنسان شحل يطائرت لهم في السماوات في هذه الساعة في هذه اللحظة في هذه الدقيقة في هذه الثانية فهذا السيكون كم يعني شحل يالساتيلت لكي ظروف العبد في الكون يعني وهكذا وهكذا شحل عندما تقيس أيها الرحلة هذا كله مسخر لمن لهذا الإنسان لهذا الإنسان ولو أراد الله عز وجل أن لا يسخره وما سخره إلى ما هو شيء يسخر الله أرى ما يسخره يعني طلع شيء طائرة إذن لا أحد مصصط مصص خلاص الحاجة غيرت فوق مش هات يعني قدرة الله عز وجل سخر كل شيء في الكون قال هذا شيء كل مسخر لكم أيها الناس كل شيء سخرت لكم الحيوانات والنباتات والجمادات والكائنات والمجرات والناس ما زال في العلم يتقدمون يلقى يطلعون المريخ ويطلعون كذا ويطلعون كذا هذا كله مصخم من الله لمن لهذا الإنسان ولذلك في هذه الحكمة يقول مكتوب يا عبد قد أسجدت لك الكون بما فيه الملك والملكوت فأنت بما أيدتك وأنا أنت بما قلتك فعيش للأبد فمقامك لا يزاحمك فيه أحد مقام الإنسان هذا الإنسان لا يزاحمه أحد لأن الله كرمه وخلقه إنسان وفضله على جميع المخلوقات حتى الملائكة ولا قد كرمنا بني آدم بني آدم كرمه الله على جميع المخلوقات وفض الله على كثير مما خلقنا تفضيلا خرق سلك الحجاب وفتحت لك الباب وأظهرت لك العمر العجاب العمر العجاب العلم هذا كيف يتقل كل اليوم سمعه علم جديد اكتشاف جديد إبداع جديد من هذا من الله عز وجل بشي بالقوة ديال البشار الفكر ديالهم الله اللي خلق هذا العقل وخلق حتى لو قالوا هذا ساحر وكداب فأنا قد وهبتك الأخلاق فذحهم يقولون إن هذا إلا اختلاق يا عبدي قد جعلتك تقول للشيء يكون فيكون قد جعلتك تقول للشيء يكون فيكون بالعلم وصل الإنسان إلى كما قالوا كذوقا في حضار حي ديال لك أرتب له ديال لأرقام وقد لحب الفلوس سبحان الله بأرقام بسيطة جدا جعلتك الله يقول جعلتك تقول للشيء يكون فيكون لا إله إلا الله ويقولون هؤلاء الذين جعلتك أن تقول للشيء يكون يقولون هذا ساحر يؤثر عرشت بسرك إلى السماء وعلمتك خصائص الأسماء فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أن بئوني بأسمائي هؤلاء كنتم صادقين الملائكة ما كان ما عرفه مسميات لكن ما خلقت الله آدم قالوا لي علش يا رب خلقت آدم فهل هو أحسن منك قالوا أني أعلم ما لا تعلمون أنا عرضت علش خلقته فلما خلقه الله عز وجل أو دع فيه معرفة الإسماء والمسميات هذا جبل وهذا بحر وهذا حائط وهذا الشجرة وهذا كذا وهذا كذا سبحان الله والملائكة عندما عرض الله عليه قالوا لا عملنا أنا قدروا يا رب قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فأنت أمين خزائن التحقيق يا عبدي من طعن في الوزير وسفها أمره طعن في الوزير ورئيس عنده وزير وجاء الناس كي تكلموا يسبوا الوزير فهذا الوزير هو عندما تسبه كأنك تسب الملك والرئيس تقول الحكمة من طعن في الوزير وسفها أمره فقد رد أمر الأمير لماذا تقول الوزير انتهى الكلام دي وما هذا فكأنك ترد أمر الأمير وهنا الحكمة على الجاد لأن الأمير هنا هو يعني الوزير هو الرسول الله سبحانه وتعالى أرسله ورحمة العالمين الأمير هنا هو الله فعندما ترد أمر الوزير فقد رددت أمر الله من يطيع الرسول فقد فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة فالله تعالى بجوده وفضله إذ استفى عبدا من عبده إذا استفى عبدا من عباده قربه وفضله إله يحبوا أحد الإنسان يقربوا له الفضل ياله ما شهر بالحداقة ولا بالقفوزية ولا بالنسوبية ولا بالفمي ولا بالحكم لا لا إذا حبوا أحد الإنسان يقربوا له بالفضل سبحانه وتعالى بالفضل نعم واشتباه لحضرة قدسه وصفاه من كثائف طبعه وحمى شخصه من رعونات نفسه فيصير من أهل قربه من أهل قرب الله عز وجل إن الله إذا أحب عبدا الله سبحانه وتعالى لما يحبوا أحد الإنسان في أرض نادى في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه يقول الله عز وجل الملائكة أنني أحب فلانا هذا أنا نبغيه فينادى في السماء بأن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه أحبه أهل السماء ثم ينادى في أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبك أهل السماء وأهلهم أهل الأرض ويوضعوا لك القبول أنك تكون مقبول هذا من الله طبعا كما أشار إلى ذلك الإمام في المناجاة العاشرة يقول إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأثوار أن مراذك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء إلهي قوله ابن عطاء الله يا إلهي قد علمت باختلاف الآثار الآثار كلها تختلف تدل على الله كل شيء يعني الآثار معناه هو شيء يدل على الله كل شيء في الكون هو أثر يدل على الله فعندما طرى الأرض والجبال والسماء والبحار والمجرات والحتان في البحر هذه أثار تدل على الله من الذي جاء به هذه الأشياء هذه ما يمكن شيء أبدا نجي نجيبها الطبيعة كما يقولوا الناس الملحدين أن كل شيء طبيعي كل شيء خلق خلقت بالطبيعة ما يمكنش طبيعة لها عند عقل عند لسان عند شفتين عند يدين باش هي تخلق وتصدع أبدا فهي مخلوق بيداتها والذي يقول لك مثلا كاتاستروف نترال من الطبيعة هي اللي غضبت غضبت الطبيعة وجبت لنا السنبي تريد أن تأخذها عنها النفس يقولون هذا هذا الكلام مدعي يعني في الأخبار يعني في جزرناك يقول لك كاتاستروف نترال أو الطبيعة هذه التي غضبت فعندما غضبت خرجت وأكلت عدد من الناس ولا زلزلت الأرض ولا جاءت بالبراكين والفيضانات والمجاعات والمراض يعني الناس يقولون هذا ولكن هذا خطأ هذه الطبيعة لا حول لها ولا قوة ما هذا لا حول كيف تكون الطبيعة هي لديها شيء إلا كان الطبيعة لديها شيء وفين الله فهم أزالوا اسم الله ووضعوا الطبيعة في مكانة الله بشي يقول أن الله هو الذي فعل هذا قالوا بأن الطبيعة هي التي فعلت ومع الأسف أن المسلمين يرددون كيف يرددو هذا الكلام القنوات ينوه فزاتوا في الجرنان والناس يقرؤونه ويسمعون الطبيعة غضبت والطبيعة زلزلت والطبيعة فعلت والطبيعة ذمرت فيعتقد الناس بأن هل هناك إله غير الله هل هناك إله أخر غير الله اللي هو الطبيعة لا يمكن إنما الذي فعل هذا أيها الحباب في كل شيء هو الله لا يخرج شيء عن إرادة الله ولا عن قدرة الله عز وجل ما يمكن شيء أبدا نعتقد بأن الطبيعة هي التي فعلت وهذه فكرة جات قديما بأن كل شيء يعني مخلوق هذا الكون كله تخلق مش الله اللي يخرق إنما تخلق هذا الكون بالصدفة يقولون بالصدفة يعني جاء صدفة هل يمكن أن يأتي هذا الشيء بالصدفة والقرآن الكريم يرد على هؤلاء أول مير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت ردقا ففتقنا هما وجعلنا من الماء كل شيء حي وطبعا العلماء اللي هم متخصصين فهذا العلم هذا هم كيش رحوه تكون العالم تكونت الجغرافية هذه الأرض والبحار يعني كيف تكونت البحار فعندما كفسوها العلماء متخصصين يتعجب الإنسان بقدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة الله كيف يجعل الله عز وجل هذه الجاذبية أننا نعيش على كرة كرة هذه الكرة الأرضية فيها البحار وفيها البنادم وفيها الجبال وهي تدور في الهوى معلقة فهاش في أحد المكان فسيح عندما تقرن هذه الكرة الأرضية التي نحن عليها بهذا الشي الذي تشوف الدخمة ذي لها والشي الذي يبقى يخرج الفساحة يتعجب الإنسان وكثيرا من غير المسلمين دخلوا في الإسلام بسبب هذا لما صعيد لما صعيدوا إلى القمر المسافة العلاف دي الكيلومترات فوق الكرة الأرضية وشفوا الكرة الأرضية بنت لهم بأنها عبارة عن كرة معلقة في الهواء وتذور ببحارها وبالبشر ديالها وبالحيوانة ديالها وبالجبل ديالها فتعجبوا قالوا كيف يمكن من الذي جعل هذه الكرة هذه الزهد بندم وتذور في أحد الجو يعني فسيح فالقرآن الكريم يجيب على هذا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده حتى لو أطلق الله عز وجل الشمس أكثر من لازم لحترق الكون وربما لو أزلت الجاذبية فما يقشد ذلك الضوران يمكن أن يكون اختلال ولكن جعل كل شيء بقدر سبحانه وتعالى لا يمكن شيء أبدا نحن كمسلمين نؤمن بأن هذا صدفة وبأن الطبيعة هي التي خلقت وبأن الطبيعة هي التي غضبت وبأنها هي التي ضمرت فعندما نقول ذلك ونردده كأننا نكفر بالله وكأننا نعتقد بأن هناك إله عظيم آخر اسمه الطبيعة هي التي تفعل فلا يجلس إلهي يقول ابن العطاء الله إن علمت إلهي قد علمت باختلاف الآطار علمت باختلاف الآطار هذا الآطار كلها تذل على وجود الله كيش حاجة اللي يمكن أبدا تجعل الإنسان يكفره بالله حتى الإنسان البديهي والطبيعي والعادي والإنسان لأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يمكن يذلك على الله المرأة الأعربية كانت تعيش في الصحراء قالوا لها بماذا عرفت ربك باش عرفت الله يعيش في الصحراء وفي الخيم وفي الرملة باش عرفت الله قالت له البعرة تذل على البعير والأطر يذل على المشي باش عرفت الله البعرة كتذل على البعير لما تكون في الصحراء فسيحة ففيها بنذم واللقى ذاك البعرة ذي البعير ذاك الرود ذي البعير كان عاربي أن الجمال دازم هنا كانت حيات ولما لقى الأطر في الرملة نعرف أن هناك إنسان لحيوان هذا كله يذل على وجود الله هذا الكون الذي خلق البحار والسماوات والجبال والبشر وبنادم كل لا يمكن أن يتخلق هكذا بدون أن يكون هناك مذبر قالت لهم السماوات ذات أبراج والأرض ذات فجاج الأثر يدل على المشي والبعرة تدل على على البعير هذه مرأة يعني أمية مقارية مولو لكن الله عز وجل أعطاها الإيمان الفطري الإيمان الفطري ولما يتخلق به الإنسان يعرف أنه هذا الكون خلق بالمقارية تجد العوامل الأخرى التي تتكلم عنها لك تجعل الإنسان يبتعد على هذا الإيمان الفطري الطبيعي الذي تدخل فيه الأسرة والمجتمع والقرية والمدرسة لكي تهدم الإنسان وتشكوه في الدين وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتجيب ليه آيات يقول لك أن الإنسان أصله قرد يعني سنج ويجبوا لك وحد العدد الارتقاء النشوء والارتقاء ما يسمى عندهم نظرية للدروين وهذا خطأ كبير جدا القرد بقية قرد والإنسان بقية الإنسان لا تبدل هنا حتى الناس اللي بدلهم الله عز وجل قرد وخنازير العلماء قالوا أولئك الناس الذين أبدالهم الله قرد وخنازير لم ما عندهم نسل ما عندهم ولاد ماتوا بمجرد انتهى العمر ما عندهم ولاد حتى باش يقول الناس بأن هذور أولاد كذا لا لا هذو قرد وخنازير لكن دوزلوا قد المات لم ينسلوا ما عندهم نسل أبدا فلذلك أيها أحباب إنما اختلفت آثار القدرة علش اختلفت هذه آثار لك الدل على القدرة على قدرة الله لتعرف عظمة القادر لتعرف العظمة دي القادر وهذه المعرفة هذه تختلف باختلاف الناس رأى واحد إنسان دره الطبيب لما دي الطبيب رأى لأنه لأنه يحل البناد ويحل البشر ويحل تكوين دير هذا الإنسان يخلق الله عز وجل بهذا الشكل دقيق لما يمكن توصل له أي علم يعني العلم الإنسان العالم الفلكي يشوف هذا الكون بأحد من دار المجرات والكائنات والنجوم والكواكب بالآخر الإنسان يعني الذي يدخل إلى البحار ويشوف المخلوقات تحت البحار وسبحان الله كل واحد دار له الله عز وجل الأطر يذل على قدرة العظيم سبحانه وتعالى واختلافها يكون في الأجسام الاختلاف دي الأطر يكون في الأجسام كالعريات والصفريات والجمادات والمائعات والنورانيات والظلمانيات إلى آخره والمائيات والناريات واختلافها في الحيوانات كأجناس بني آدم والأنعام والبهائم والطيور والسباع والحوش والحشرات وباختلافها في الأعراض كالبياد والسواد والحمر والصفر والزوق والشهوبة وغير ذلك من الألوان لتعرف من ذلك ساعة قدرة الله ساعة قدرة الله عز وجل وإنما تنقلات أطوارها من شباب وكهولة وشيخوخة ومن مرض وصحة وفقر وغنى وعز وذل وسلب ورد ومنع وعطاء وبص وجلال وجمال وحياة وموت إلى غير ذلك لتعرف أو لتعرفه تعالى في كل حالة من هذه الأطوار كل حالة الشيخ يعرف الحالة لله عز وجل لا شيخ الشاب كذلك كهل كذلك الصغير المرأة كل واحد دار فيه الله عز وجل واحد العثار كيدل على عظمة الله عز وجل نعم هذه الأطار لماذا تنقلت هذه الأطوار لأن مراذك منه أن تتعرف إليه في كل شيء في كل حاجة ستتعرف الله كل حاجة كل مراحل حتى لا أجهلك في شيء أي حتى لا نجهله في شيء منه فنجهله في أي حاجة في أي نعمة في أي سن في أي ناج في أي حيوان في كل ترى عظمة الله إذا كان المرء له فكرة ففي كل شيء له عبرة إلا كان لسن عنده فكرة كل حاجة عندك فيها عبرة تعتبر وإلى الإنسان ما عنده فكرة لا يعتبر بأي شيء إن في ذلك لعبرة لمن لمن يخشى لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة فإن الحق تعالى قد تعرف لعباده في أجناس مصنوعاته مصنوعات وهنا لك باش نعرف الله نعرفه في المخلوقات دير إلى هنا نعرف الله نعرفه في المخلوقات في الشيء اللي خرقوا الله في هذه الكود إذا أردت أن تعرف الله فعرفه في مخلوقاته تفكر في خلق الله ولا تتفكروا في ماذا في الله متفكروا رشو الله متفكر في المخلوقات دير الله كيف خلق الله وهذا الإنسان وهذا الشكل بهذا اللون وبهذا البساطة وبهذا العقل وهذا كلهم يعني ناس رجل ومرأة تزوجه داروا واحد عدد للولاد كل واحد من هذه الولاد عنده الشكل خاص في فكريه وفي عادته وفي تصرفاته يختلف عن الأخر فسبحان الله لما تفكر في خلق الله فكأنك تتفكر في الله ولكن لما تنسى يعني تنسى خلق الله وتفكر في الله هنا هو هذا هو الشرك بذاته بمعنى لما إنسان إنسى المخلوقات وتفكر في الخالق كيف الله كيف شكله كيف صورته كيف هو كيف جلس استوى على العرش كيف استوى يعني كنت تدخل في واحد الحيتيات اللي ما ما عندنش الحق أبدا نفكر فيها لأن الله سبحانه وتعالى في كل لحظة هذه الممكن تفكر فيه وتشخصه وتراه بأم عينيك معنى تجعل له حجم تجعل له حجم معنى الحجم الطول والعرض والقصار واللون والشكل ولما كيكون عندنا هذا الفكر هذا كل شيء مليار وخمسمائة مليون كل واحد منه عنده تصور خاص بهذا الله اللي في المخذ له كل واحد تعطيك قلن يقول يصور لله يعطيك صورة خاصة فهنجل الإسلام قال لك تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا لماذا لأنه لا تحيط به الفكر فكرة تحيط بذات الله لأن الله عز وجل ما يمكنش أبدا يتصوره الإنسان بأنه له حجم بطول كذا والعرض طول كذا واللون كذا تعال الله عن ذلك العقل العجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك العجز عندما عجز عقلنا عن أن يحيط بذات الله فهذا هو الإدراك ولما يصير عقلنا يبحث في ذات الله هذا هو الشرك الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يعني لا تدركه أي لا تحيط به فعندما تدرك أنت إنسانا ترى طوله وعرضه والمسافة اللي بينك وبينه والشكل دياله واللبز دياله والملامح دياله عز وجل لا يمكن أن يتصور بهذا أبدا لا تحيط به لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يحيط سبحانه وتعالى بنا وهو اللطيف هذا في الدنيا طبعا هذا في الدنيا أما في الآخرة ستغير تغير النظرة هذه أننا نصبح نرى الله عز وجل مباشرة كما هو سبحانه وتعالى هل نراه بأم أعيننا هذه أم سيخرق الله لنا أعين أخرى خاصة علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة ليلة البدر ستشوف الله يوم القيامة كما تشوف الله كما تشوف القمر ليلة البدر يعني انهار خمسة عشر يوم كي يكتمل يراه كل أحد لا تضاهون فيه معنا ما ستشك أبدا حتى يزيل الله عز وجل الحجاب عن نفسه فيقول أهل الجنة النظر إلى وجه الله أحسن من الجنة بذاتها سبحانه لما يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار الله يزيل الحجاب عن نفسه فيراه أهل الجنة مباشرة سبحانه فهذا هو الشيء الذي في الجنة أحسن من الجنة حاجة في الجنة أحسن من الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه ولم يكونون يشوفون الله عز وعلا المؤمنين الله ما جعلنا منه نأجون يا معيدين ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة يعني من نظر ناظرة الأخرى محسنة وجميلة محسنها الله ويجملها من نظر إليه سبحانه وتعالى فهنا الإمام بن عطاء الله قال إن الحق تعالى قد تعرف لعباده في أجناس مصنوعاته في اختلاف أحوال قدرته جهله من جهله وعرفه من عرفه فلا يسمى الإنسان عارفا حتى يعرف الله في الأشياء كلها باش نسميه عارف حتى يرى الله ويعرف الله في الأشياء كلها لما يجيب ليه الماء كازي للماء هكذا أيو حكيش هو عادي لكن ذاك العارف يرى فيه الله كيف الشيح توصل لي هذا الماء ماء زلالا نقيا نظيفا ووصل إلي بهذه الطريقة هذه باش نشربه أنا بفضل من الله سبحانه وتعالى من الذي أوصل الماء بهذا الشكل هذا وتشوف الأطوار دي هلوكي باش تكون البخار وتكون كما دي ممكن تكلمه واصبح الضباب والضباب ينقله الماء والله عز وجل أرصد الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فسبحان الله يرى الله الإنسان يرى الله في الماء يرى الله سبحانه وتعالى في الألوان في الأشكال في الغابات في الجبال في الكائنات في المجرات في النباتات في كل شي ولا يمكن أن يعرف أن يكون الإنسان عارفا حتى يعرف الله في الأشياء كلها ما اختلف أثارها وترقلات أطوارها فيعرفه سبحانه وتعالى في الدل كما يعرفه في العز ما كان ذليل هذا الإنسان لا قيمة له كان ذليل فعندما كان ذليل رأى الله عز وجل في هذه المكانة أن الله هو الذي وضعه في هذه المكانة كذلك لما أصبح عزيز قوي رأى الله عز وجل أن الله هو الذي رفعه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيذك الخير كل حاجة الدل والعز يرى الله عز وجل ويعرفه في كل شيء نعم ويعرفه في السلب كما يعرفه في العطاء ويعرفه في المرض كما يعرفه في الصحة ويعرفه في الجلال كما يعرفه في الجمال إلى غير ذلك مما هو معروف هذه الكائنات المتنوعة التي تدل أو الأطار التي تدل على وجود الله عز وجل فالعارف فالعارف هو الذي يتطور بجميع الأطوار ليقضي جميع الأطار والتلون مع الأشياء هو الأدب معها والخضوع مع الحق فيها وأما من كان يعرفه في الجمال يعرف الله عز وجل في الجمال ولا يعرفه في الجلال ويعرفه في العطاء ولا يعرفه في المنع ويعرفه في العز دون أن يعرفه في الدل ويعرفه في الصحة دون أن يعرفه في المرض ويعرفه في العافية دون أن يعرفه في المحنة ويعرفه في الفقر دون أن يعرفه في الفاقة أو في الرخاء دون الشدة فإنه كذاب والقرآن الكريم لما كان قرأه وكان وجده يرد على هذا الناس ومن الناس من يعبد الله على على حرفين على حرف يعني جهة يعبد الله على جهة لأن لماذا كنت مزيان والخدمة مزيانة والسيارة والوليدات والضاكيناء والصحة مزيانة وشخصني صني غير عبد الله لو زيلت هذه الأشياء كلها لقد أخطينا من هذا الشيء بدل بدل السيستام والله في حالة أخرى لأنه يعبد الله على جهة فعندما تغيرت هذه الجهة كان الغنة مثلا وأصبح الفقر وبالعكس يعبد الله عز وجل لأنه فقير ما عندهش فلما تفتحت له الأبواب يقول الدنيا واصبح المال يختنم هذه الصلاة يقول لك يجي لهنا الباريس لكي يجي شهادة عن الطبيب لكي يكن رمضان يهرب من بلاد المسلمين لكي يجي عن غير المسلمين يكن كان يعبد الله على جهة لأنه كان فقير فعندما فتح الله عليه الغنى نسيه لا يحذرنا الله يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا الله كماش نسوا الله يعني مخلاص كان فوق عند حالة أقول له بحالة مش ها ما عند حالة هذه مش ها مع الحكم مش ها مع المال مش ها مع الوزارة مش ها مع الملك مش ها مع الفلوس مش ها مع ال إلى آخر القصور مش ها مع وهكذا الشركات ونسى رسول نسوا الله فعندما نسو الله أنساهم أنفسهم لما هو أنسى الله الله أنساه فنفسه بقي الإنسان هكذا هكذا حتى جاءت في الموت لما جاءت في الموت قال يعني يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت فكنش من أدم كنت غير ترابي تمشى علي الناس احتلأوا حسب لأنه عرف رسو حساب حساب يسيئة عظيم ولذلك تمنى أن يكون ترابا يمشي عليه الناس ولا يتمنى أن يكون ذلك الرجل العظيم الذي كان وكان وكان وأنساه الله عز وجل نفسه ولذلك قال الشاعر حبيبي ومحبوبي في كل حالة في كل حالة حبيبي ومحبوبي يشكنه في كل حالة في كل حالة على الفقر والغنى على المرض وعلى الصحة على الضيق وعلى السعى على الفرقة وعلى الاجتماع وهكذا في كل حالة دائما لا يمكن أن يمتعد هذا الإنسان على حبيبه ومحبوبه اللي هو الله سواء أعطاه أم لم يعطيه وما أقبح الإنسان فإذا تعرف له الحق تعالى باسمه الجليل أنكره وأهرب منه وهذه عادة الله تعالى في عباده كل من ادعى خصوصية أو قوة اختبره في الحين ليسأل الصادقين عن سقهم وأعدى للكافرين عذابا الإيماء إذن كل حالة زائلة كل حالة زائلة لا يمكنش أبدا يعني تلقف واحد حالة طبيعية طلح يدير طلطة تصحح تصحح ما غاليش يدو تشاب الشباب ما غاليش يدو أولا لا أنت غني لغنا ما غاليش يدو وحد النهار احتلو كنت قاعد في الدنيا غني تدخل إلى قبرك فقير بلباس أبيض وما عندك تجيب وما عندك لك رتبله ولا حتى شي داخل ديرك سبحان الله كل حال كل حالة زائلة لا محالة كل حالة اللي فيها الإنسان ملك حكم وزارة مكانة شهرة كم من الناس اليوم عندي شهرة عندهم سواء كانوا مغنيين ولا لعابين دل القرى والناس يصفقون لهم فين ما مشاكلت لكو بتلقى مع الناس مش يسنلهم ورقة معروفة فإذا به جاء واحد الوقت اللي يصبح أنا محطوط في مكان لا يسأل عنه أحد لا يسأل عنه تا واحد ما يسور عليه تا واحد ما يعرفه ربما احتل عائلة ديله فاته ودوام الحال من المحال دوام الحال على كل إنسان من المحال دوام الحال لله هو اللي كيف الله سبحانه وتعالى دائما سبحانه وتعالى هو كل يوم هو في شأن أما نحن أيها الأحباب فالصغر غير رجع كبر والكبر غير بعدها وفات والاجتماع بعدها فرقة والأسرة التي هي كبيرة غير تصبح صغيرة حتى لكل واحد هذه سنة الله الكون فكل حالة زائلة لا محال لأن مراد الحق أن ينقل عبده في الأطوار ويخالف عليه الأطاء حتى يتعرف إليه في كل حالة كل حالة هل يشهد شيء كله ما يبقى إنسان يستطيع شكل واحد أسراء نواتي لآخرة لينقله الله عز وجل من حالة إلى حالة حتى هذا الإنسان يعرف الله يعرف الله عز وجل في كل حالة خاصة ومن أراد حالة واحدة لم يريد الكمال لبغى يبقى دائما ترنكل خلينا هبعد الشكل لا يمكن أن يصير الكمال فالله تعالى إنما أراد من عباده معرفته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطهمون قال ابن عباس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يعرفون خلقتهم الجن والإعلاس خلقتهم باش يعرفوني وباش خلقوا يعرفوني خلقت لهم الأطار هذه الأطار تدلهم علي على أنني أنا الخالق أنا أنا الخالق ولذلك في تفسير قوله تعالى وليمن خاف مقام ربه جنتان أن إحدى الجنتين معرفة الله وهي جنة المعارف والأخرى هي جنة الزخارف ومن دخل المعارف لم يشتق إلى شيء سواه جنة المعارف وكين جنة الزخارف قال لك العلماء قال لك اللي يدخل الجنة للمعارف لا يحتاج لجنة الزخارف جنة الزخارف هي القصور اللي فيها القصور فيها النائم وفيها الحور العين وفيها المشروبات والمأكلات شيء اللي كان لا يصدعون فيها ولا يمزفون وفاكهات مما يتخيرون والحمطر مما يشتهون وحور عين مكعمتال المكنوني جزاء بما كانوا هذه جنة الزخارف في أهلي مارك حاجة التي تبقي كين لكن كان جنة المعارف كان أخرى جنة جنة معرفة معرفة الله لما الإنسان يدخل هذه الجنة المعارف لا يحتاج لجنة الزخارف كلكم يدخلين غير هذه الجنة المعارف أنا مع الله أعرف الله أعرف الله عز وجل في هذا الكون يكفيني وهذا من الصالحين يبحثون على ش على جنة المعارف ولا يبحثون على جنة الزخارف يقول مالك بن ذينار خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا أطياب شيء فيها قيل وماذاك هذا مالك بن ذينار يقول مات الناس دوزوا الحياة ديرهم في الدنيا هذه وماتوا وماذقوش حاجة أحسن شيء في الدنيا أحسن حاجة في الدنيا مدقوش وكأنك دول مدقوش أحسن مكلة وقالك أحسن حاجة في الدنيا أطيب حاجة في الدنيا مكلوهاش فالناس سألوا وقالوا ليش أحسن حاجة هذه ما هي اللي هي أحسن شيء في الدنيا هذا قال لهم معرفة الله معرفة الله فعندما الإنسان في الدنيا هذه يعرف الله ويصي إلى معرفة الله فإنه يتلدد بما لا يتلدد به من يعيش في القصور ها فكل الناس لك يعيش في القصور النعيم وكي يأكل بالميني والقارديان والمسائيل يعني كل يوم في شأن في سفر وفي كذا فإن ذلك الإنسان اللي عارف بالله يتلدد بشيء لا يعرفه ذلك الإنسان اللي هو يتلدد بالمأكولات والمشروبات وإذلك قال مالك بن ذينار قالوا ليشنو هذا اللي هو أطيب شيء في الدنيا قال لهم معرفة الله عز وجل لا إله لله ويكفي من عرف الله ويكفيه يعني من عرف الله يكفيه الراحة من كد الرزق وتعابي الحرص وتشويش المال وتعلق الوهم ولما نقوله هذا معرفة الله يعني هذا الإنسان شنيه معرفة الله لما يوصل يصبح يوصل هالدرجة هالدرجة معرفة الله فلا يهمه الرزق الشي اللي جغده وقد يأكله فتشصر شل الله قر لن تريته بعد سبعين عام وهذا شيء عند الله عز وجل نصده رسل لكن الإنسان اللي هو موصلش هالدرجة تجده مسكين حتى الأمراض دي السكار ودي المشاكل التنصية والمساكل هذه وصلت للإنسان من كثرة التخوف من المستقبل اشغال يوقع غدا في الكريس وإلى وقع كذا واليدار كذا واليدار تشارك فيت وانا بحرش ردار وأصبح الإنسان يعيش فيه في أوهام ولو كان الإنسان يعرف الله لعالج نفسه من هذه الأمراض كلها عالج نفسه من هذه الأمراض كلها أول شيء معرفة الله تجعل الإنسان أنه لا يكد في الرزق معنا الشي اللي جاء الله يكفي وخا يدخ كثير ولا قليل ولا حاجة فسبحان الله هو مرتاح أن هذا من الله عز واشكرا من الله تعب الحرص لكي يسمح الإنسان حرص حريص غدا نعمل ونفعل وندير وحرص الناس مرتاحين ومسكين قاعد مزيار حرص الداخل ياله خد شبه بناد ولكن الداخل ياله حرص تشويش البال البال ياله مرتاح وخا البال ليس مرتاح لأنه عنده بلانات تعلق الوهم أنه دائما يعني توهم فإنه لم يؤتي أكثر الخلق إلا من الاهتمام لم يؤتى أكثر الخلق إلا من الاهتمام قالك لم يؤتي عن الله الأمراض أغلب الأمراض لكي تجي الإنسان يعني اللي مضر للإنسان مرض القلب ومرض التنسيوم مرض السكار ومرض كذا ومرض كذا أغلب هذه الأشياء لجي من الاهتمام يهم بيت مهموم طول اللي سيدي له مهموم هنا كطورة الأمراض أصبح الناس اليوم يعني مرضى دول كان الدول اللي في 10% 15% الناس مرض السكار ولما تنسيوش حال وتحسب كذا مصائب لأن أصبح عنا الوهم ولو قنع العبد لستغنى الغنى الذي لا فقر بعده لو أصبح عنا قنعين لا كان عندنا الغنى اللي ما كان فقر بعده أبدا لأن الغنى القناعة زكنز لا يفنى والتوكل على الحي الذي لا يموت هو الغنى الأكبر الذي لا يحقه فقر أبدا لما يكون يسمى توكل فلذلك الفضيل رحمه الله يقول لا ينبغي للعبد أن يتق بعافية ولا بغنى ولا بحالة تسره غير الله ما الفضيل هذا رحمه الله هذا يجي وقت لنتكلم على كيف تاب الله عليه وأصبح من نصر الغنيين قال لا ينبغي للعبد أن يتق بعافية تب حالة عندك تطيق بها تقول لنه صحيح وكل والمسائل وكذا وخلاص والطيق تقول لنه ربما غد لي تصبح حالة أخرى ولا بغنى ولا تطيق بالغنى أن عندك المال وعندك وعندك صفي ولا بحالة تسره إلا أن أن تثق بالله عز وجل لما تكون بالله مع الله فأنت خط العربة اللقاء بينما العبد معافا تراه مبتلا وبينما العبد غنيا تراه فقيرا وبينما العبد ضاحكا تراه باكيا وبينما العبد مصرورا تراه حزينا وبينما العبد حيا وإذا به ميت تعس ومن وطق بغير الله أو ركنا لشيء سوى الله معنا من وثق بغير الله من وثق بغير الله أو ركنا لشيء سوى الله إذن هذه الأشياء كلها أيها الحباب دائما هذا كله الكلام للعلماء كي وضح لنا أننا ننطق بالله عز وجل اعتماد على الله أولا قال لك واحد الرجل ضاق حاله من أجل المعيشة المعيشة دياله مزيرة شوية وطال به الكذ والتعب العامة المسكين يخدم الليل ونار وموصلش فخرجها إما على وجهه ودخل الصحراء فوجد قصرا دارسا خريبا وجد واحد قصر قديم ومغطي وخريب وهذا القصر كشفت عنه الريح الرملة جاتفقه وحيزت هذه الرملة هذه هيك الريح حيزت الرملة فأصبح ظاهرا وإذا بكوخ من الرخاب في حائط ذلك القصر وفيه مكتوب فيه مكتوب في هذا القصر في هذا الكوخ أنا وحد البيت صغير في هذا الكوخ هذا في هذه الحكبة يقول فيها لما رأيتك جالسا مستقبلا أيقنت أنك للهموم قرين ما لا يقدر لا يكون بحيلة أبدا وما هو كائن سيكون سيكون ما هو كائن في وقته وأخ الجهالة متحب محزون يجري الحريص ولا ينال بحرصه شيئا ويحظى عاجز ومهين الحريص يعني واحد يشتغل طول الحياة واخدم واخدم ولكن في الأخير سيسمح بكل شي ويجي واحد إنسان ما بكر ما خدم ما تحرك يتم التع كلمة يقولها يجري التعس التعس يجري على الناس هذا الإنسان الذي بكر ويخدم يخدم على واحد واحد رحم جب مع رسوله يخمم يهم إزلم ولا احتج هكذا يقول هذا الشاعر يجري الحريص ولا ينال بحرصه شيئا ويحظى عاجز ومهين فدعي الهموم وتعر من أثوابها إن كان عندك بالقضاء يقيل هون عليك وكن بربك واثقا فأخ الحقيقة شأنه التهوين طرح الأذى عن نفسه في رزقه لم ترح الأذى عن نفسه في رزقه لما تيقن أنه مضمون وهذا أيها الحباب صحيح تلقى الإيسان هكذا هز لهم ومشاكين وشغل وحتى الصلاة بعد حين ما يصليهاش ولكن في الخر يجمعه كله ويتركه كله ويسأل عنه كله تجمعه كله وليما يتموت تخليه كله وانت وحدك اللي سأل عنه كله ماذا اللي جاء وراك ماذا خطين يا سيدي هذا أنا لقيت كل شيء مصاو كل شيء مقد أنا مجريت مذكر شوفوا معه يقول شوفوا معه فجيقول شوفوا معه هده شوفوا هو ليجمع أنا خطين هذا فعله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة خطوة دي لوم تزيد هلما توصل لدوان دي لك وحد خط خط في الأرض لما يكون واحد يطوع على الفاسبور يقول لك تسن نفس المشكلة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يوم تقدم ما تزيد خطوة حتى يسول الله عن ربعا يحويش وشن هو ماذ ربعا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كل حاجة كتسور عليها مرة واحدة كل حاجة درها الإنسان كتسور عليها سؤال واحد إلا المال كتسور عليه جمع مرة منين جيته في درته عن شبابك فيما أبليته وعن علمك شو السؤال وعن علمك ماذا عملت به وعن عمرك فيما أفنيته ما فيش جوج ولكن ما قال لك من أين اكتسبه وفيما أنفقه لما كتسأل الإنسان جوج مرة وإحنا بعض الحيال اليوم الناس كتتقاتلوا وضربوا وضربنين ضربك وفي المحاكيم وفي الأراضي ودهد وواحد زوير وواحد غش وواحد كذب وواحد كذا علم على واحد إنسان خل ربما يعني يعطي الفلوس لإنسان باش يكسب هذه الأرض ولكن خلال واحد غريت صرفها هو مجرم ولو ولكن ذاك الإنسان الذي زور وغش وكذب وإلى آخره هو الذي يسأل ومن نظر إلى سعة كرم الله وذره ثم نظر إلى عجز نفسه وفقره طرح أحمال الهموم عن ضهره لما كيشوف سعاد الله كرم ديالول برد يالول شوف العجز وعجز أمام ربه بأنه فقير يطرح كل شيء الأعمال للهموم عن ضهره واكتفى بعلم المولاه ونظر كما أشار إلى ذلك الإمام ابن عطاء الله في المناجاة الحادية عشر يقول ابن عطاء الله في المناجاة الثنى عشر أو الحادية عشر إلهي كلما أخرصني لؤمي أنطقني كرمك وكلما أسأتني أوصافي أطعمتني أطمعتني مننك العبد إذا نظر أوصاف نفسه لئمة أوصاف من الله أن يرفع إليه حاجة يطلبها وخرص لساني قال لك إلهي كلما خرصني لأمي لك الدنب والمعاصي الشيء الذي درت أنا في الحياة ديالي أنطقني كرمك كرم ديالي هو الذي يجعلني أنطق كرم ديالك يا رب أما الأفعال ديالي بها لا نستطيع أنطلب أنا إنسان كما يقولون مجرم أنا مذنب أنا عاصي أنا قابلت الإحسان إحسان ديالك قابلته بالإساء والنعم ديالك اللي نعمت عليه يا رب قابلته بالكفر كل شيء إن صدر مني إليك فأنا إنسان يعني ما درش حاجة اللي مزانا وهنا ابن عطى إلهي قل قال إلهي كلما أخرصني لؤمي هذا كل اللؤم ديالي والشؤم ديالي والمصائب ديالي والمذار ديالي ولكن الشيء اللي يجعل اللي ينطق ونتكلم هو الكرم ديالك أنك كريم يا رب كريم وكلما أستني أوصافي يعني أطمعتني أو أطمعتني منك أنك تمن على العاصي وعلى الضال وعلى البعيد لأنه يرى من خصاصة نفسه ولآمتها ما لا استحق بذلك للعقوبة فإذا نظر إلى ساعة كرم الله وجوده وإحسانه وبره انطلق لسانه بالسؤال ما هو الكرم ديالله خيرات حتى لو صدرت منه معاصيب هذا كمش وخاء أنا درت وعملت وفعلت وأنا مذنب فكرم الله كبير كرم الله كبير ها فينطلق لسانه بالسؤال ويطمع فيما له من ساعة من ساعة العطاء والنوال ولاش كأنما نظر نفسه بعين الإنصاف لم يجدها أهلا لغير العقوبة يعني كل أحسن لما يشوف يعني النفس ذي له بعين البصيرة وعين الإنصاف الحق كي يشوف يقول هذي النفس هذه ما تستحق إلا العقوبة فقط ما عنها شي حاجات أنفسنا لا تستحق إلا إلا العقوبة أما من من جهة الغفلة تقصير لأن احنا قاع غافلين وحنا قاع مقصرين وإما من قلة الوفاء بالشكر والحمد أننا من يحفوش بالشيء اللي أعطانا الله عز وجل على الأقل تشكره ما تصر كذل ما تشكر الله لا تفق من نعاس تشكر الله نعم ولهذا ورد في بعض الأدعية اللهم فعل بنا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم فعل بنا ما أنت أهله الذي أهله سبحانه وتعالى هو الكرم والجود والعطاء والمن ولا يفعل بنا ما نحن أهله إذا أراد الله أن يفعل بنا ما نحن أهله مشينا فيها كاملين مشينا فيها كاملين لأن مشكلة لا إله ولذلك كان بعض المتشددين أهل التشدد من المتصوف طبعا صوفيا أو من العباد قالك لا ينبغي للعبد أن يرى نفسه إلا شبه نجيس إن جلس مع الداعين إن جلس مع الداعين الذين يدعون لم يراهم إلا منعوا الإجابة من سببه ربما الدعاء الذي يدعوا يمكن أن ما غير تستجب بالسبب هو قاعد معه ولو استجد على الجمر لم يرى عمله أهلا للقبول تلوضي علىه الجمر صلى يصلي عليه ولو كانت نفسه في غاية التسكية لم يراها أهلا لمدحن ولا ثنع ومتى ما تمسح الناس بتيابه تبركا فإنما يرى نفسه كالبكر المزفوفة لبعلها وهي مفتضة بفجور كلما طافوا بها وعظموا شأنها زاد حزنها من خوف الفضيحة هي مفتضة يعني امرأة عروس قد نبيها عن الزوج لها ودير لها هز لها والناس فرحانين ولكن هي ليست بكر لو علم الناس بما فيها وهم يحملون ويبقى لكانت مشكلة فيقول بأن بعض الناس اللي يكون عنهم مدوس كل من تحقق زواله عن نفسه وبقاءه بربه فلا حرج عليه في تنائه ومدحه إذ ليس هو الممدوح إنما الممدوح من فضله عليه ممنوح ومن فضله عليه ممنوح هو الله سبحانه وتعالى لا إله حين الله صلوا على رسول الله وحد الإنسان من الصالحين اشتراء جارية جارية يعني أما أما يعني خدم اشتراها من السوق للخدمة وهي جارية سوداء فلما جن الليل أظلم الليل جبهة الدار وأظلم الليل وأردت يقول هذا الإنسان أردت أن أنام بين عس قالت يا مولاي أما تستحي مولاك لا ينام وأنت تنام مولاك ربك سبحانه وتعالى لا ينام وأنت مش تنام ثم قامت المرأة هذه الجارية تصلي فانتبهت وهي ساجدة قال هذا الإنسان هذا قال قلت في الليل جابتني الفيقة في الليل ولقيت السجدة بين يدي الله فسمعتها تقول في سجودها بحق حبك لي لا تعدبني بحق حبك لي لا تعدبني فقلت لها غلطت قولي بحبي إياك لا تعدبني فلما سلمت قالت يا مولاي ما غلط بل أصبت ولولا محبته لي ما أنامك وأقامني ولولا محبته محبته لي ما أنامك وأقامني فقلت إذهبي فأنت حرة لوجه الله قالت هذا العطق الأصغر وبقي العطق الأكبر هذا عطق أصغر أنا هذا بين البشر إنسان مع إنسان لكن أنا هي تبحث على العطق الأكبر والعطق الأكبر هو أن يدخلها الله عز وجل للجنة ويبعدها من النظر أي الناس يعني كانوا ربانين لا إله إلا الله ثم يقول ابن عطاء الله في الأوصاف التي أيست إنظر إليها من منة الله ورحمته فقال في المناجات الثاني عشرة إله من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه ذعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي طبعا محاسن الإنسان لا تخلو من خلل ونقصان ولو لم يكن إلا نسبتها لنفسه وفعلها ورؤيتها من قوته وحوله أكان كافيا في خللها ونقصها فتنقلب مساوي بعد أن كانت في الصورة محاسن هي مساوي بعدما كانت محاسن وإذا كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساويه وكذلك حقائق العبد وهي ما تحقق به من المقامات والمنازلات وأدواق العارفين ومواجيد المحبين لا تخلو من شوائب الدعوة فكلام هؤلاء الرجال أيها الحباب كلام عظيم جدا إنما يقول إلهي من كانت محاسنه مساوي محاسن دياله مساوي فكيف لا تكون مساويه هذا المحاسن كي يكون مساويه كيف من يتكون المساوي دياله مساويه ومن كانت حقائقه حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي دعوة يدعي فقط بدون أن يعمل قال ذنون الحياء من الله يقفع العبارة ويذقق الإشارة وقال السقتي الحياء من الله يترق القلب فإذا وجد فيه شيئا من حب الدنيا رحل حيا يذق قلب للإنسان لم يوجد القلب للإنسان فيه حب الدنيا يهرب قال أبو سليمان الدراني رضي الله عنه يقول الله تعالى عبدي إنك ما استحييت مني أنسي الناس عيوبك ماذا أنت تستحيي مني فأنا أنسي الناس لعيوب ديالك مشاكل لي فيك توحي ما يتكلم فيها وأنسي وأنسي بقاع الأرض ذنوبك إنه إنه الدنوب التي تصدر من الإنسان على هذه الأرض الأرض تشهد على الإنسان يومئذ تحدث إخبارها بأن ربك حالة يقول الله عز وجل وأنسي بقاع الأرض ذنوبك بقاع ذالأرض حتى الأرض حتى هي ما تشهد عليك ذنوب ذلك تتنسى عن الأرض وأمحو من أم الكتاب زلاتك في اللح المحفوظ يوم القيامة يجي اللح الكتاب بيض ما فيش ولا أناقشك في الحساب يوم القيامة ما أناقشك دخل الجنة عرفوا بأن الإنسان لا بغان الله الخير يعني ينسي كل هذه الأشياء الأرض والعيوم الناس يتكلمون ويشهدون ويشهدون عليك واللوح المحفوظ يزير الله عز وجل منه الذنوب والملائك يكلم عن الإنسان الرقيب والعتيد لما يموت الإنسان هذا الرقيب والعتيد واحد يمشي عند رسو واحد عند رجل ويقوم إذا كان مومن يدعوان الله عز وجل له ويستغفران له إلى يوم القيامة وإن كان غير ذلك يدعوان له كذلك بالشقاء إلى يوم القيامة لكن هذا المومن أيها الحباب لك المومن الله سبحانه وتعالى ينسي أكلم الموارد للملائك كي يتمحهم ما يحفظوا لا يحفظون على الإنسان إلا الحسنات لما الله عز وجل يقول ما يرفض من قول إلا لذيه رقيب عتيد هذا الرقيب العتيد كي يسبحوا حفظين عنك كنه الحسنات فقط لأن الله أغفر لك الدنيا ينسي الأرض اللي انتع لها وينسي الملائكة اللي معك والناس لا يهتمون بعيوبك تدوز المحرد ذلك في الدنيا وإذا أراد الله عز وجل العقوبة لأحد سأل الله السلام والعافية كل حاجة تشهد عليك في الكون يوم تشهد عليهم السيلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء فقال الحياء من الله الحياء من الله شنوه الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر القبر والبلاء والبلاء وتترك أفضل زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة معنى الإنسان يقول كانوا حشم من الله يقول سيدنا نس erfolgreich قالك الإنسان اللي يبغى يحشم من الله حق الحشماء دين الحق قالك تحمد الرأس وما وعا شنو الرأس وما وعا كان فيه المخر كان فيه الفم كان فيه العينين كان فيه الأدنين كان فيه المخ كل هذه الأشياء هذي فين إلهي في الرأس هذا المدن هذا ما تسمع بها إلا الحجر ترضيه الله العين ما تشوف بها أي الحجر الجي يبغي الله يبغي الله بالحاجة اللي الله سبحانه وتعالى يرضى عنك به هذا هذا حق الحياة أن تحفظ الرأس واشنوه وما وعاه والبطن وتحفظ البطن وما حاوى البطن البطن يطلق على الفرج وعلى المسار وعلى المقلب وعلى كل الأشياء اللي في البطن دعا الأشياء هذه تحفظها من الأشياء اللي يحرم الله سبحانه وتعالى ومع ذلك تزيد على هذه الشهادة أنك تذكر مرة مرة تذكر القبر وبأنك واحد النهار ستصبح رميم عظاما رميم قديمة كان فيك لحم ودم وشحم واحدنا رغم تدخل القبر ذلك تصبح طراب قالوا من يحوي العظام وهي رميم تذكر القبر والبلا وتذرك تترك في بعض الحياة أفضل زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة فلذلك هذه حكم أيها الحباب عظيمة جدا يجد رجل نائم في موضع مخوف واحد الإنسان مشانعس ولكن فيه ناس واحد المكان هذا المكان يعني يخيف الناس ما يقدرش الإنسان إنعس فيه ولا يبقى حتى يعني فيقى يقعد في ذلك المكان لأنه مكان ذلك الحيوانات فقيل له إنك في موضع مخوف أكف واحد المكان اللي خطر دانجرر فقال إنا نستحي أن نخاف غير الله قال أنا أني نحشم نخاف غير الله سبحانه وتعالى ثم رجع لي نومي ثم عود رجع للناس ديارة وفي حكمة مكتوب من استحيى من الله وهو مطيع استحيى الله منه وهو مدلم من استحيى الله يعني إحشم من الله عز وجل وهو بطاعته توحد ما يفرض عليه فالله عز وجل استحيى منه وهو مدنب عندما تدنب الله يستحي أن يدخلك النار وأن يعذبك بذنبك فلذلك الفضيل علامة الشقاوة خمسة خمسة الحويش يذل على أن الإنسان هو من الأشقية أولا قلة الحياة ثانيا قصوة القلب ثالثا جمود العين ثالثا يعني رابعا الرغبة في الدنيا خامسا طول الأمل يعني ما عندهش رغبة أبدا في هذه الدنيا هذه باش أنه ينتقل يا موداء يا موداء يا موداء يفكر غير هنا فقط كل ما شاء يعلمه سوالحلي بديل هذا بديل هذا التبصيل هذا السيد هذا ما يحتاجش به دينينا حاجة أخرى فصل الوقت ها الله يوفقنا جميعا اللهم إياك سألنا والإحسانك تعرضنا وما عندك من خل طالبنا فأقبل الله من وجه الكريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا توبة النصوحة اللهم تب علينا توبة النصوحة اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أملاها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي المهي وعلى آله وصحبه وسلم سيما سبحان ربك بزة عما ياسفون سلام وصلي حمد الله